اهلا بكم الحدث الاقتصادي ضمن احداث السودان من سوداني 24 اهلا بكم اطلع وزير الري والموارد المائي المكلف المهندس دول بيت عبد الرحمن منصور على موقف ري محاصيل العروة الشتوية بمشروع الجزيرة وعوضح ان استقرار المناسب وانتظام الري جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الري في اعمال الصيانة للشبكة العلية لمنظومة الري العام الماضي واكد وزير الري ان النجاحات التي شهدتها محاصيل العروة الصيفية السابقة وتشهدها محاصيل العروة الشتوية الحالية تجيء بسبب استقرار مناسب المياه بقنوات الري وقال ان وزارته تضع برنامجا دقيقا ومحكما لتفادي المشاكل والاختناقات التي تتعرض لها المساحات الزراعية واكد ان الميزانية المجازة للوزارة لا تفي باعمال الصيانة والتشغيل التي تقوم بها الوزارة وان رسوم خدمات المياه التي يدفعها المزارع تسهم اسهاما مقدرا مع ما يتوفر ميزانية تشغيلية في اعمال الصيانة والتشغيل التي تقوم بها الوزارة على مستوى القنوات والابواب ومنظمات الري دعت وزيرة الاستثمار والتعاون احلام مدني مهدف اجتماعها اليوم مع الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الابيض والوفد المرافق له بمكتبها الى ضرورة تقديم الولاية مشروعات خالية من النزاعات ضمانا لاستثمار حقيقي يمكن لتنبية المجتمعات المحلية ويدعم الاقتصاد القومي قالت الوزيرة ان ابواب الوزارة مشرعة لكل ما يؤدي لتطوير الاستثمار بالتعاون مع الولايات والاستفادة من كل مزاياها التشجيعية من جانبه استعرض والنير الابيض عمر الخليفة ما تزخر به الولاية من موارد خاصة في الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من مشروعات استثمارية متنوعة مؤكدا استعدادهم للتعاون مع وزارة الاستثمار بغية استثمار كل المشروعات التي تطرحها النير الابيض المستثمرين في كل المجالات لا سيما في الموانئ البرية والمناطق الحرة وتبادل التجارة الحدودية عز الناطق الرسمي باسم اللجنة التسيرية لاتحاد أصحاب المخابز عصفان عكاشا أن أسباب زيادة أسعار الخبز ترجع إلى الزيادات العالمية في أسعار القمح مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية لها أثر كبير في تدعيات ارتفاع أسعار القمح عالميا وقال عكاشا أن الحكومة ليست لها أي دور في تحديد أسعار الدقيق وأن الشركات المنتجة تعتمد اعتمادا كليا في الاستيراد على الميزانيات المتاحة من العملة الصعبة وأن زيادة سعر الصرف أدى إلى تقليل الكميات المستوردة من القمح وعز عصام عكاشا تباين أوزان الخبز من مخبز إلى آخر إلى اختلاف تكاليف الإنتاج بين المخابز وأن اتحاد المخابز لا صلاحية له في تحديد أوزان الخبز دون مراعاة أرباح أصحاب المخابز تتواصل حركة وصول وتفريغ ناقلات المشتكات البترولية بمناء الخير في بورسودان المتخصص في مناولة المشتكات البترولية وشهدت منصات التفريغ في البداية الأسبوع الحالي تفريغ ناقلة غاز الطبخين حمولة 23.717 طن فيما استقبلت منطقة الانتظار خارج الميناء ناقلتي جازولين وناقلة بنزين وناقلة غاز طبخ حمولات مختلفة في انتظار استكمال إجراءات الدخول للميناء أكد كابتن رامي عمر صيام مدير ميناء الخير مجددا عبر إعلام الموانئ البحرية جاهزية الميناء لاستقبال وتفريغ كل الناقلات التي تدخل إلى الميناء بكفاءة عالية أصدر السلطة أسواق المال قرارا بإيقاف تداول الشركات الوساطة المالية التي لم تجدد ترخيصها للعام 2022 ويبلغ عدد شركات الوساطة المالية التي تم إيقافها عن التداول بموجب خطاب موجه إلى إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية 35 شركة من إجمالي شركات الوساطة العاملة والبالغ عددها 38 شركة للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا داخل الأستوديو رئيس جمعية شركات الوساطة المالية الأستاذ وائل صلاح الشيخ أستاذ وائل مرحبا بك ومساء الخير مرحب بك أخونا ياسين ومرحب بالمشاهدين الكارم في سودان واخري مرحبا بك بداية سلطة سوق المال أو كفة شركات وساطة عن التداول ما هو إنعكاس القرار على البورصة وعلى الشركات نفسها عفوا أخي ياسين داني أحدثك في عجالة سريعة عن تكوين أسواق المال أساسا أسواق المال تتكوين من ثلاثة أطلاع الضلع الأول هو هيئة سلطة تنظيم أسواق المال وهي سلطة الرغابية العليا باعتبارها في هذا المجال التي تقوم على تطوير وإنشاء الأسواق المالية وتعمل الرغابة عليها من خلال الأدوات والقواعد التي تصدرها لتنفيذ هذا العمل الضلع الثاني يمثل السوق سوق الخرطوم بالأواقع المالية أو السوق المعني الذي يتم به تنفيذ العمليات بتاعت تحويل الأسهم والسحوك من البايعين والمشترين الضلع الثالث وهو الضلع الأساسي واللاعب الأكبر هي شركات الوساطة التي يقع على عاتقها توفير السيولة اللازمة للقيام بتلك العمليات ومن خلال صناعة السوق وتطوير الشركات المدرجة بالسوق وإنشاء وابتكار صناديق ومنتجات جديدة تعمل على تطوير السوق نعم طيب على ذكر الشركات الوساطة التي ذكرتها يعني ما هو تأثير القرار في إيقافها عن التداول ثم أيضا انعكاس القرار على البورصة وعلى الشركات نفسها بالتأكيد لها أثر سلبي كبير جدا لأن كل شركة عندها نصيب من الكيكة كل شركة في هذه الثمانية أو ثلاثين شركة لديها قاعدة جماهيرية تتعامل معها وحدها هي فقط لعامل الثقة بينهم ولعامل كده فخروج أي شركة من هذه الصنعة يؤدي بالتالي لخروج بعض المستثمرين معها وبالتالي يخسر القطاع فكل جزء مهم من المستثمرين لكنها لم تجد ترخيصها بحسب الخبر يعني نعم بالتأكيد لم تجد ترخيصها لأن السلطة فرضت رسوم غير مدروسة في اعتقادي رسوم مجحفة رسوم تكاد تكون تعجيزية بالنسبة لمظم الشركات إذن هذا القرار سيؤثر على هذه الشركات وخروج عدد كبير من المستثمرين نعم بالتأكيد هذه الزيادة التي وضعت حسب تقديركم هل هي تعجيزية بالفئة؟ نعم تعجيزية لأنه في العام الماضي تم وطع 75 ألف للفئة العليا نعم والآن تضاعفت بمقدار 1300% فهي مقارنة بإرادات هذه الشركات زيادة تعجيزية لاستطيع أن نعتبرها زيادة تعجيزية طيب البورصة هي إحدى واجهات البلاد طبعا الاقتصادية وتنعكس عليها أيهازة طبعا على المستثمرين هل يمكن لهذا القرار وإيقاف هذه الشركات عن العمل أن يؤثر أيضا على المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في سودان أو المستثمرين العاملين أساسا؟ بالتأكيد كله أنا أعرف أن البورصة هي الواجهة الاقتصادية للمستثمرين في الداخل والخارج والناس بالخارج يهتمون بها كثيرا وأي شرخ أو حدوث أي وضع غير طبيعي يؤدي لإحجام المستثمرين أكيد طيب لماذا هذه الزيادة الكبيرة أستاذ وائل التي فرضتها الدولة على المستثمرين وعلى هذه الشركات التي تم إيقافها الآن لماذا هذه الزيادة التي لا يمكن للمستثمرين أن يقوم بها؟ والله بطبيعة الحال يعني الوضع الاقتصادي والتدقم وكذا يفرض على الجهات الرغابية أنها تزيد إراداتها ولكن في رأي أن هذه الزيادة غير منطقية وغير مقبولة وقد تؤدي إلى ضرر أكبر منها إلى خير للقطاع كهولي طيب سلطة سوق المال هي جهة ركابية كما تعلمون هل من حقها أن تقوم بإيقاف الشركات الوساطة عن التداول أستاذ وائل؟ ليس على حسب علمي ولكن السلطة هي جهة الرغابية العليا نعم وسوق الخرطون من الواغ المالية يتمر بأمرها والسوق من حقه أن يوقف شركات الوساطة المالية عن التداول يبقى القانون السوق طيب ما هو مصير هذه الشركات الآن؟ هل يمكن أن يتم مراجعة القرارات وارتفاع هذه الأسعار التي ذكرت بأنها تمت زيادتها بأسعار لا يمكن لهذه الشركات أن تفي بها؟ هل يمكن مراجعة هذا القرار؟ والله نعمل من الجهات الرغابية أن تعمل على مراجعة هذا القرار وذلك لأهمية هذا القطاع رقم نشأته وحداسته والأهمية الاقتصادية على السودان نعمل من الجهات الرغابية أنها تراجع هذا القرار وتصل لاتفاق مقبول يرضي جميع الأطراف طيب البلاد في هذه الفترة تعول كثيرا على المستثمرين خصوصا في ظل هذا الاقتصاد المتدهوي هذه القرارات التي تم اتخاذها إلى أي مدى يمكن أن تساهم في تعطيل دخول المستثمرين للبلاد حسب تقديلكم قد تعقل كثيرا من المستثمرين كما ذكرت لك أخي سابق أن البورصة هي الواجهة الاقتصادية للمستثمرين في الخارج قبل الداخل فأي شرخ يحدث في هذه البورصة يؤدي إلى تعطيل ومراجعة كبيرة في نية المستثمرين عن الدخول في الاستثمارة في السودان طيب أخيرا أنتم كشركات وساطة مالية يعني كيف ترون الحل هذه الأزمة بينكم وبين أيضا سلطة سواك المال ما هو الحل حسب تقديركم والله لقد تقدمنا باقتراحات وخطابات كثيرة للسلطة أوجدنا فيها حلول متقاربة نعمل أن تجد النور قريبا إن شاء الله وأن تتوفق الجهود وتتكلل بالنجاح قريبا إن شاء الله طيب هذه المبادرات التي كنتم بها والحل الذي وضعتمه هل وجدتم تجاوبا من قبل سلطة أسواك المال للأسف حتى الآن لم نجد تجاوب وتم تكوين لجان وإرسال عدة مخاطبات ولم نجد تجاوب الأفسر شكرا جزيلا لك رئيس جماعية شركات الوساطة المالية الأستاذ وائل صلاح الشيخ شكرا جزيلا لك شكرا شكرا فاصلوا سنعود بعده لنستكمل معكم الحدث الاقتصادي من سوداني 24 بكم مجددا في الحدث الاقتصادي اطلع والي كسل المكلف أمين عامي الحكومة الأستاذ خوجلي حمد عبد الله على ترتيبات واستعدادات ديوان الزكاة لتدشين برنامج شهر رمضان المعظم الذي يستهدف هذا العام 34 ألف أسرة بكلفة مالية أكثر من 950 مليون جنيه واستمع الوالي المكلف لذلك أمينة ديوان بالإنابة محمد محمد أحمد جبور استمع إلى تقرير شامل حول البرامج التي سيتم تنفيذها في إطار برامج رمضان المعظم في محاور فرحة الصايم والعيد وإطلاق صراحة النزلة ودعم الخلاوة والأسر المتعففة والمشروعات وأمن والي كسل على المخترحات المقدمة من الديوان الخاصة بمحاور الخطة في الجوانب المختلفة داعيا إلى أهمية وضرورة توصيل الدعم للشرائح المستحقة له في وقت مبكر وامتدح الوالي جهود الديوان ودوره تجاه دعم الأسر الضعيفة وإسنادها خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية إطمأن والي الجزيرة المكلفة الأستاذ إسماعيل عوضل العاجب اليوم لدى زيارته الإدارة العامة للبترول على موقف الإمداد اليومي من المواد البترولية حيث أكد أن أسعار المواد البترولية تأثرت بارتفاع الدولار والوضع العالمي خاصة بعد تحرير سعر الصرف وشدد والي الجزيرة المكلفة على توفير حصة إضافية من غاز الطهي لمقابلة شهر رمضان الكريم من جانبه أوضح مدير إدارة البترول أبو ذر أحمد محمد أن الوارد اليومي من البنزين 85 ألف جالون و50 ألف جالون جازولين وأضاف أنه من المتوقع يصل 500 طن من غاز الطهي خلال الأسبوع الجاري في سياق متصل وكف الواري لدى زيارته اليوم لميناء ودمدني البري على انسياب حركة السفريات بين ولاية الجزيرة والولايات الأخرى وجه بتكوين لجنة مشتركة لمناقشة وتذليل التحديات التي تواجه أغرف النقل شهدت السفيرة سلوى عوض بشير القائم بالأعمال بالإنابة باستفارة السودانية بدولة قطر افتتاع فعاليات النسخة التاسعة من معرض قطر الزراعي الدولي 2022 ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث الذين تنظمهما على مدى خمسة أيام وزارتها البلدية والبيئة بهدف دعم مشروعات التنبية الزراعية والأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء وتعزيز الحماية البيئية في قطر وحرصت السفيرة على تفقد جناح السودان حيث يشارك السودان بجناح يضم وزارة الزراع والغابات إلى جانب عدد من الشركات والجهات ذات الصلة وتشارك في المعرضين القطري الزراعي الدولي التاسع والقطري البيئي الدولي الثالث نحو خمسين دولة حول العالم نهاية أحداث السودان شكرا جزيلا لمتابعتكم وإلى لك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر